ميلاد مجيد اهتز الكرسي الرسولي وكرسي بعبدة لا يزال يتأرجح وقاب سقوط أو أدنى ويرسم زياحا أمنيا سياسيا بين عدلية وداخلية ولد المسيح هاللويا فيما الحكومة مصلوبة على أياد تجار الهيكل السياسي ودعاة تمثيل رعية يسوع على الأرض لكن بعضهم لا يعرف الله ولا يرحم الرعية يزعم الحفاظ على الحقوق واتباع تعليم الرب فيما باطنه يفوق يهوذة الإسخريوتي وفي ليلة ميلاد المخلص لا الكرسي الرسولي هز دمائرهم ولا رسالة راعي الأبرشية فتحت أسوار القصر وخلفها توارى رئيس الجمهورية فهو ليشارك في قداس الميلاد متحسبا من كورونا وأخواتها ومسجلا سابقة في زمن الجوائح اختار نزيل بعبدة وشركاؤها التباعد عن سيد بكركي غداة الطعنات التي وجهها مستشارون من سلالة وصفها المستقبل بالوطويت وهؤلاء انقلبوا على مبادرة الراعي للخروج من الأزمة الحكومية ومن خلف تلك الطعنات نصب فخ السقوط في حفرة تفاؤل وقع فيها الرئيس المكلف سعد الحريري وعلى موت البلاد البطيء يطل عيد الميلاد وفي العيد يتنفس اللبنانيون من رئة مسؤولين عاثوا خرابا في بلد قال عنه بابا روما في رسالته اليوم انه ذكر في الكتاب المقدس مرات عديدة وفي الرسالة استعاد البابا فرانسيس البطريارك ليسحويك ليقول أنتم يا نواب الشعب الذين تعيشون نيابة عن الشعب أنتم ملزمون أن تسعوا وراء المصلحة العامة وقتكم ليس مكرسا لمصالحكم وشغلكم ليس لكم بل للدولة وللوطن الذي تمثلون في الرسالة طالب البابا المجتمع الدولي بمساعدة لبنان على البقاء خارج الصراعات والتوترات الإقليمية وعلى الخروج من الأزمة الحادة وعلى التعافي وعد البابا اللبنانيين بزيارة محبة فهل يبقى من يخبر البابا بما فعل السفهاء من السياسيين ومإسناد من حاضرة الفاتيكان رفع البطريارك الراعي صقف العظة السياسية وفي رسالة الميلاد صرخة من قلب مدينة فجر مرفأها ونصف عاصمتها مدمر وقلب أهالي ضحاياها باتت مغارة أحزان ومع كل ذلك ليس عندنا حكومة من دون أي مبرر سوى النيات الخميثة التي تتسلل وتهدم وفي الأصل ما كانت هذه الأزمة الوجودية لتقع لو لا سوء آداء هذه الجماعة السياسية منذ سنوات وصولا إلى اليوم فهي لم تفهم السياسة فنا لإدارة شؤون البلاد والشعب بل جعلته فنا لمصالحها ولتعطيل الحياة العامة والاستحقاقات الدستورية وإذلال الشعب وإفساد المؤسسات وإعاقة القضاء وضرب الاقتصاد والنقط وأمام هذا الواقع لا يسعنا القول سوى أن هذه الجماعة السياسية إنما تتولى إدارة دولة معادية وشعب عدو جاءت رسالة الراعي قاطعة كحد سيف المبادرة التي هشموها بالتعطيل والثلث الضامن ومعايير من وزن تيار حاصر الرئيس المكلف بهدف إرغامه على الاستسلام ومع كل اتهام بالتعطيل ينبري قصر بعبد ليلا متسللا من الغرف المظلمة مسطرا بيانات نافية لجنس باسيل ورافعة عنه كل التهم لكأن مكتب الإعلام في القصر توكل عن رئيس التيار في جبهة دفاع تجعل من جبران ملاكا حارسا للتأليف وآخر البيانات نفى ما بثته قناة الجديد عن دور مزعوم للنائب باسيل في تعطيل تأليف الحكومة مؤكدا أن عملية التشكيل تجري فقط بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف والجديد بدورها تقول لكم إن الناس لن تصدقنا إذا نشرنا الهلوس الليلية التي تنتابكم في البيانات المحرفة للحقيقة والجديد لن تقتنع معكم كما أقنعتم سعد الحريري بترويج أنبائكم الكاذبة واليوم فإن أربع عشرة جلسة كافية ليقتنع الحريري بأن جوقة القصر هي من يدير التأليف وأن لا أمل برئيس يؤدي دور الكمبارس ومع للحريري إلا أن يبقى قنوات التنصيق مفتوحة مع بكركي ومن على منبر الصرح يصارح اللبنانيين ويسمي الوطاويت بأسمائها والكنيسة الأريبة بتشفي ترجمة نانسي قنقر